اشتركوا في القناة ويفكر ويتفكر في عظيم خلق رب العالمين وحقيقة يعني ما يسعى الإنسان بعد ما يرى هذه الأمور إلا يقول ربنا ما خلقت هذا باطلة سبحانك اليوم بنتكلم عن خلق العين وتطور حاسة الإبصار مع بعض الأشياء أخرى دالله سبحانه وتعالى كتاب لنا عمر إن شاء الله وقت بنكمل أشياء ثانية في مسألة النظر والبصر العين تتكون من مثل ما يعني دايمن في مسألة الإمبيريولوجي أو مسألة خلق الإنسان أشياء تبدأ بخلايا ومجموعة خلايا وأنسجة وشيء مثل يعني مناطق معينة في الجنين وتبدأ تتحرك وتتكون بهذه الطريقة تبدأ تظهر الصحيف البصرية في أول أسبوع الرابع أول أسبوع الرابع من حياة الجنين تكامل طبقة الشبكية الحساسة للضوء ما يحصل إلا بعد الأسبوع الخامس والعشرين خمس وعشرين أسبوع من الحمل وتتغطى ألياف العصب البصري اللي هو مفروط أن تحتاج العصب البصري يربط العين بالمناطق المخ هذا تبدأ تتكون وفي طبقة نخاعية تيجي فوقها وإذا ما في الطبقة النخاعية هذه حركات يعني إشارات العصبية ما تنتقل بسرعة المطلوبة فسير في خلل ما يشوف الطبقة هذه تتكون حول العصب البصري بعد ما تتكون إلا بعد الولادة بأسابيع تخيل أن البيبي أول ما يولد الطفل ما يولد ما يشوف عدل ليش ما يشوف عدل؟ أول شيء طبعاً الجفن يكون تقريباً نصفه مصكر إليه من الأسبوع الستة وعشرين فإذا ولد البيبي قبل اكتماله يكون الجفن مصكر إذا أسبوع الستة وعشرين يبدأ الجفن يفتح بعدين أول ما يولد البصر ضعيف جداً ما يشوف البيبي ما يشوف ليش؟ لأن مثل ما قلنا طبقة الحول العصب ما يكون تتكون للسفر إشارات العصبية تكون ضعيفة يصعب على الوليد تمييز الضوء من الظلام أول ما يولد ولا يرى حقيقة إلا صور مشوشة الأشياء اللي نشوفها شوف مشوشه تبدأ عيونه تتحرك لكن ممركز ما يعرف شوية نور قاعد يشوف يبدأ في الشهر الثالث أو الشهر الرابع يبدأ يميز شكل أمة وشكل أبوه بالأخص شكل أمة ويبدأ ممكن يتحرك هنا نوقف ونعطي نقطة طبية الطفل اللي عمره ثلاثة أربعة شهور أو ستة شهور وما يطالع الأم ما يميز أمة شون يميز البيبي للأم؟ بابتسامة بتفاعل الأم تعرف أنه قاعد يتفاعل معه البيبي يعني قاعد يطالع الأم هالبي هذا اللي عمره مثلا ستة سبع شهور وليح ما يطالع الأم ولا يتابع حركاته تحركت قدامه ولا شيء ممكن يكون عنده مشكلة في السمع عفواً في البصر أو ممكن يكون عنده مشكلة في الذهن والفهم عند الشهر السادس الأطفال اللي عمره ستة شهور وطالع يبدأ يميز بين وجوه الأشخاص فممكن يعرف أخوانه أخواته الناس اللي حوله يميزهم في البداية ما يقدر يميز حاد حقيقة بس يتتبع الحركات بعدين يبدأ شوء شو يميز الوجوه والأشكال طيب لين عمر السنة؟ عفواً لأن عمر العشر سنين والعين قاعدة تتطور والبصر قاعد يتطور طيب قلنا في الحلقة السابقة قلنا أن فيه فرق بين النظر وبين الرؤية وبين الفهم هل التطور هذا يربط الأشياء؟ أول شيء نحن تكلمنا قلنا شوي على مسألة النظر شون يقدر يتوف متى يشوف في أي عمر من الحمل متى بعد الولادة وشذي تطور النظر وتطور الرؤية والفهم هذا مرتبط مع العمر مع تجارب الحياة ومع التعلم فلذلك يستمر المسألة هذه تستمر إلى عمر العشر سنين تقريباً طيب في لطيفة أخرى على قضية الربط بين السمع والبصر في القرآن كثير من الأحيان السمع قبل البصر ودائماً السمع مربوط بالبصر دائماً وكثير من الأحيان السمع والبصر مربوطين بأكثر من 38 آية وفي لفظ السمع قبل البصر في أكثر من 20 موضع والعكس اللي هو البصر قبل السمع فقط موضعين نعطي شوية أمثلة من آيات في القرآن عن السمع والبصر الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم سمع قبل وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هذه في سورة البقرة في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول أيضاً يكادوا البرقوا يخطفوا أبصارهم مهني عاد جاء البصر قبل كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم جينا سمع قبل بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا أيضاً في البقرة في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون هذه سورة للنعم إذن على الرغم من أن نتكون حاسة السمع والبصر تقريباً متزامنتان في المراحل الجنينية لكن الإذن الداخلية مثل ما قلنا في واحدة من الحلقات قلنا إن الإذن الداخلية للجنين تصير قادرة على السمع في أربع شهور من الحمل العين ما تفتح مثل ما قلنا إلين بعدين وطبقاتها تتكون بعدين والحساسة بالضوء هذه تتكون شهر السابع من العمر بعد الولادة السمع قبل طيب إذن حتى في هذا الوقت وقت السبع شهور لا يستطيع الجنين أن يرى ليش لعدم اكتمال تكون العصب البصري مثل ما قلنا يكون غارق في ظلام هذا إيش الشهر السابع من الحمل الشهر السابع من الحمل طيب المولود اللي يولد فاقد للسمع لابد أن يصبح أبكم بالإضافة للصمم لكن اللي فاقد لحس البصر لا يعوق عن تعلم النطق ممكن يكون ضرير لكن نحافظ قرآن لكنه ممتاز عنده يعرف العلم وكل حاجة وعندنا من علماءنا ومن يعني من مشايخنا من كان ضرير وماشاء الله عليهم يعني قاد الأمة لكن لما الإنسان يكون ما يسمع بالضرورة ما يتكلم لأن تعلم الكلام مرتبط بالسمع وبالفهم الله سبحانه وتعلم القرآن يقول في سورة البقرة صم بكم صم بكم دائما الصم مع بكم مربوطين بعض طيب نعطي دليل آخر أيضا أن السمع يعني تقريبا أهم من البصر مع أن البصر وايد 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 المولود الفاقد لحاصة البصر يتميز عادة بشنه يكون عنده ذاكرة قوية ويكون واعي ويكون دكي جدا ليش مراكز الإبصار في المخ ترتبط وظيفيا مع المناطق الأخرى الارتباطية تربطهم مع بعض لما الإنسان ما يشوف قابلية الارتباط هذا في الدماغ يزيد زيادة قابلية الارتباط وتعامل وتفاعل المناطق المختلفة من الدماغ مع بعض يزيد من هال هال شوارع اللي بينها في شوارع تصير بينها مش شوارع قار شوارع عصبية بينها وكلما زادت هال الوصلات العصبية كلما زادت سرعة انتقال الإشارات العصبية والإشارات العصبية لما تجد سرعتها انتقالها سريع ونتائجها الوظيفية أسرع وأفضل لذلك يزيد فيه الضرير يكون حافظة قوية يحلل الأشياء بشكل أفضل يستنتج ويتذكر الأشياء أكثر من البصير سبحان الله الله سبحانه وتعالى يحرم من حبيبتيه من بصره ويعطيه البصيرة وهذه تفسير قضية ان البصيرة تكون عالية مسألة الربط بين مناطق المخ بالطريقة اللي أنا شرحتها بالمقابل اللي ما يسمع المناطق اللي مرتبطة في المخ في مسألة السمع ارتباطها بالمناطق الوظيفية الأخرى أقل من قضية الارتباط اللي تصير في البصر والبصيرة العين حقيقة ما تشев الأشياء مثل ما هي تشホ صورتها ما تشوف الأجسام حقيقة ترى الصورة المنعكس عنها أو الصادر الضوء المنعكس عنها أو الصادر منها هذا كان ليت مثلا صادر منها أو حاجة معينة في الجائع والدليل على ذلك شنو لا أنتم في الظلام ما تشوف شيء في الظلام ما تشوف أي حاجة تحتاج النور عشان تشوف الأجسام اللي حولك والأشياء اللي حولك إذن العين ما ترى الأشياء مثل ما هي ترى الضوء الصادر منها أو الضوء اللي منعكس عليها طيب إذن العين هذه اللي وزنها ما يتعدى ثمانية جرام معجزة حقيقة معجزة كبيرة كل طبقة فيها معجزة الشبكية مثلا فيها خمسمية مليون خلية بصرية الروج والكونز المقاريط والخلايا الأخرى الطويلة هذه هذه كلها شغالها شنو؟ هذه كلها فيها مستقبلات للأشعة هذه تستقبل الأشعة في الشبكية تلتقطها في الخلايا الضوئية المتخصصة اللي قلنا نعنا فيه منها ثمانية مليون خلية مخروطية هذه متخصصة في المخاريط هذه اللي تخصصها الضوء الصاطع الليتات العالي هذا أو النور الشمس و150 مليون خلية في جوانب الشبكية هذي تخصصها شنو؟ تخصص الضوء الخافض في النور الخافض هذه تخصصها هذه كلها تلتقط هذه الأشعاعات هذه وتعكسها عن تنقلها على العصب البصري طيب إذن هي ما هي إلا الصور هي ما هي إلا مجموعة من نقاط ضوئية تتفاعل مادة كيموية في مادة كيموية طيب الشيء يصير؟ يستقبل ويبدأ يسوي عملية كيموية مادة كيموية موجودة في الشبكية تبدأ تتحرك وتسوي شحنات وهذه تنقلها عن طريق الخلال العصبية الخلال الموجودة في الياف العصبية الموجودة في العصب البصري الكلام هذا حصل في جزء من البليون من الثانية ويد سريع جدا جدا سريع أول ما يخلص التفاعل هذا الشحن يتحرك مثل ما قلنا في العصب البصري العصب البصري نفسه فيه نصف مليون ليف عصبي ها ينقل الطيف طيف الضوء إلى مركز الإبصار في الدماغ في المخ يحولها هذه إلى صورة مرئية وسرعة النقل هذا سرعة نقل الصورة في العصب البصري تقريبا ألف مرة في الثانية كل ثانية في ألف صورة قاية تتحرك نهاية المطاف في صورة تتحرك عبارة عن تيار كهربائي شحناتها مختلفة قوتها مختلفة ينطبع في مركز في مركز الإبصار بعدين نشوف الأشياء بحجمها ولونها الحقيقي إضافة لذي العين أيضا تقدر تفرق مثل ما قلنا في حلقة ماضية بين ثمانية مليون لون مختلف وتقدر تفرق بين ثمانمائة ألف درجة من درجات أي لون كل لحظة شوف هذه هذه مهمة كل لحظة تشوفها كل صورة تشوفها تنطبع في الدماغ للأبد يلا خذعد للأبد ما تروح إلىين يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يحاسبك الأمر هذا المناطق اللي موجودة في المخ ما تنسه أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه ولا يظلم ربك أحدا هنا هذه واحدة من الأدوات اللي موجودة حاليا اكتشفها العلم أن المناطق اللي في المخ ما تنسي الصور اللي تشوفها طول عمرك إلى يوم القيامة اكتشفها العلم وهذه واحدة من الأدوات طيب سؤال هل العين تتعب لما الواحد سهران مداومة العمل في الأصل لا صحية لذا عينك كويسة أمرك طيبة الأصل إنه متع طيب فيه ش السبب خاصية العين هذه فريدة حقيقة الله سبحانه وتعالى منحها وظائف أكثر أهمية في منظمة الجسم التفاعلات الكيموية اللي تصير اللي تكلمنا أنا قبل شوي الروتز والكونز المخاريط والخلايا المستقبلات هذه تسوي عملية الكيموية اللي تحصل في العين هذه أصلا تكون هي محفزة من البداية هي محفزة تحتاج النور عشان العملية هذه تصير وترتاح لما النور يجيها ومثل ما قلت العملية هذه تحصل في جزء من جزء من جزء من بليون من جزء من الثانية اللي يسمونها فيمتوسكن فيمتوسكن حقيقة ثانية مستقبلات الضوء مثل ما قلنا تكون في حالة تحفز تحفز جهد كهربائي في الظلام الظلام وهي في الظلام ما عجبها الوضع متحفزة تابعي نور تابعي نور جهة النور اللي يتعطي الصورة ترتاح هذه الخلايا أصلا أنت الله خلقها بطريقة هي يسمونها hyperpolarization depolarization balance التوازن بين التحفز و يعني فقدان التحفز هذه حكمة الله سبحانه وتعالى حطها في عين الإنسان وهذه من الأشياء العجيبة اللي نحن نتعلمها بدراسة ونظر في خلق الإنسان سأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتمنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحباته أجمعين نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر